أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يان سلار كان المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في مناطق في السودان بسبب القتال العنيف وقال المتحدث إن فريق قيادة المكتب لا يزال في السودان للإشراف على العمليات موضحا أنهم سيقودون العملية الإنسانية في بور سودان هذا وعلقت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة أنشطتهما بعد سقوط قتلى من بين موظفها